نحن نقدم كل ما في وسعنا هذا ما قاله المبعوث اليوناني الخاص لأوكرانيا بشأن المساعدة العسكرية لكييف وفي مقابلة مع إذاعة الصوت أمريكا قال سبيروس لامبريديس إن أثناء تخطط لزيادة حجم الدعم لكييف ولم يفصح عن المزيد من التفاصيل حفاظاً على السرية أوكرانيا تدافع عن استقلالها وسيادتها وأعتقد أننا بحاجة إلى تقديم كل ما في وسعنا دون المساس بدفاعنا الوطني بالطبع هذا هو ما نقوم به ونحن ندرس زيادة مساهمتنا في هذا المجال وقال لامبريديس إن بلاده تقدم المساعدة لأوكرانيا في تصدير المنتجات الزراعية وشدد على أنه إذا توقفت أوكرانيا عن توريد الحبوب فإن العالم سوف يموت جوعاً وتسعى روسيا عمداً إلى منع تصدير المنتجات الأوكرانية وإن التصرفات الفعالة لقوات الدفاع الأوكرانية في البحر الأسود لا تسمح لموسكو بالسيطرة على المنطقة ولذلك يستخدم الجيش الروسي طريقته بالإرهاب الصاروخي وكما رأى رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسو تاكيس الهجوم الروسي على البنية التحتية لميناء أوديسا هذا الصباح تم توجيه ضربة أخرى إلى أوديسا وهذا هو الجوهر الحقيقي لتصرفات روسيا الإرهاب المستمر وكل إسقاط لطائرة من طراز الشاهد وكل صاريخ روسي يتم إسقاطه وكل عسكري روسي يقتل هو يعني إنقاذ الأرواح وإنقاذ المنازل والبنى التحتية ولهذا السبب تحتاج أوكرانيا إلى المساعدة في مجال الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى أوكرانيا تحمي حياة شعبها واستقلالها وأنا منتنن لكل زعيم ولكل دولة تساعدنا يقول الخبراء أن المزاج العام في اليونان تغير بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي الشامل للأوكرانيا وحتى شهر مارس من العام 2022 ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة كابل الأبحاث لم يؤيد سوى 45% من المواطنين اليونانيين أوكرانيا فيما أظهرت الأغلبية دعمهم لروسيا ويفسر المحللون ذلك بالعلاقات الوثيقة والطويلة الأمدي بين روسيا واليونان هذا هو عمل سفير اليونان الحالي لدى أوكرانيا السيد منوليس أندرولاكيس الذي كان القنصر اليوناني في ماريوبل من العام 2022 والذي رأى كل هذه الفضائع ووافق على القيام بمهام السفير في كييف وبناء على ذلك زادت جودة التحليلات بشكل ملحوظ بدأ موقف اليونانيين والحكومة يتغير لسبب بسيط وهو أن جالية يونانية كبيرة تعيش في ماريوبل والمناطق المحيطة بها وبطبيعة الحال كان هذا محط اهتمام وسائل الإعلام اليونانية وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتس خلال افتتاح المؤتمر الدولي لإعادة أمار أوكرانيا بأن اليونان ستشارك بشكل فعال في إعادة أمار البلاد بعد الحرب وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات في اليونان ذات الخبرة الواسعة في مجال إعادة الإعمار والترميم معربا أنتقده في أن مثل هذا التعاون سيعود بالنفع على البلدين وأوروبا ككل إعداده أندريد دمترينكا لقناة تيوتيفي عربية